ماتر، فوديز، فيس بوك، وورلد، جورجيس، إجايز، جم، هارت، تحق علي عيب كده ماذا فيه؟ اختشع انا ما يفعش كده يا تحقيق مالا مالا دو كلها كلمات اجيبها من القموس مالا يا كلمات دي السلام عليكم، النهضة ان شاء الله عندنا تشكيلة جديدة من الكلمات اللي الكل بيخطأ فيها لما بيجي ينطقها ويعتبر ده درس جديد من كورس مشاكل اللغة اللي بتعامل فيه و بتعلم فيه ازاي نتجنب كل مشاكل اللغة الانجليزية لكل محبين و متعلمين اللغة الانجليزية انا جيمي و انا نادا قبل ما اخش في التمصيل عايزك تطعب حاجة مهمة جدا 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 لما بتكتنطع كلمة انجليزية غلط اللي قدامك ما شايف فهمك بظبط كذا ما كنت بتكلم و ادعى ما اضحك عليها كده و ايه و خلتنا حسيت انجليزية في نصر هدومي فعشان كده النطق الصح بيخلي المستمع يفهمك و اضع التعامل الصح و ما حدش اضحك عليك هتولي انا عربي وانطق زي ما انا عايز ده كله على دماغي لكن مش معناه انك لازم انطعه في الصح اعرف في الصح و استخدمه الصح حتى لو خطأت ايبقى انت كده عرفت تخطأت و ايه والصح في دماغك تعالوا كده نشوفوا معظم الكلمات اللي كل بيخطأ فيها لما بيجي استخدمها و اول كلمة معها النهاردة اللي هي كلمة ام طبعا كل بيخبي بنتك كلمة ام زي ايه؟ صحو تغذب znaczy اعطيت اكتبه غرات تبتك الكلمة ام هاتف ام ام مثلا ام ما beauty ام او ا Pily ايا اعطي من المثال اي لوف اي لوف يمطق كلمة. لكن يا طبعا اللغة العربية يا سعابي لها لها ايه امباكت معين على اللغة الانجليزية. فانا عايز اقول لك نصحة بصلا كده. اوعى تفكر باللغة العربية وتتكلم باللغة الانجليزية. اوعى تطبق الكواعب بتغل الله العربية على اللغة الانجليزية عشان هم لغتين مختلفين تماما تماما تماما. ايه كلمة تانية? فوتو. فوتو. انت اصدق على كلمة صورة؟ فوتو. فوتو. يهد السنة السورة اولاد. زي من شر فيك كده هي طبعا كلمة صورة ما سمعها فوتو اسمها فوتو. فوتو. يعني سيبه فوتو. لوه ايه البي اح. الصوبة تحت لوه الاف. لوه ف ف ف ف ف فوتو. فوتو. لا فوتو. لا فوتو. اعسى بالمثال. مو احباب بمطارؤون. لا فتعني سيبه الحم después Hm I love taking photos, I love taking photos. الكلمة اولا كلمة هدى ا ع بقعها؟ و ما اقولها presenting. هل الكامGs معها ب lion? محتاجها كليد. يعني لا تعتقد الم проект ه laudeيل. كيف ذي هي الشئ؟. احك mysteries, عندما تعتقد ذا كلمة عالمية و كل سقف . تلع سしゃدة من الواحدة؟. بتحقق أليها أما Sao es? ايه المتعكدة. متى قلتق بعد sure什麼. قال أوله ساحبتCat. present الكلمة معنا هي كلمة هدية present هتقولي ايه القواعدة ورها انا عملت درسته مهمة جدا في الصوتيات بنسميه the consonant cluster sound معاناها ايه لو فيه حرفين ساكنين في اللغة الانجيزية جمبا من بعض يعني ايه جمبا ب Birds بحرفهم اتحرك بحاول اضموهم مع بعض كده عشان توقعهم بسرعة فبدلا ما بتقول P-resent، بتقول إيه present present شايفين اللي B-B-B-B والR خلاتهم إيه خفاف كده present present هأسابيني المثال I love getting presents I love getting presents لو أنت مشوفش الدرس بتاع الكونسلونان حالتشوفه في كورس الصوتيات درسه مهم جدا جدا ويفيدك في النطة جدا كلمة البعضة كده وورلد 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 تأكدها؟ تانية كده؟ وورلد كلمة عالم طبعاً تعرفين كلمة عالم وورلد وورلد ومع ذلك ينطبع عليها نفس قاعدة كلستر ساوند لما يكون عندها في نهاية الكلمة حرفين ساكنين حرفين ساكنين أو ثلاث حروف ساكنة بنحاول نعمل ترانسفورميشن للأصوات مع بعضها عشان نطبع بسرعة فإذا بقول وورلد بقوله وورلد وماذا قالوا هم جداً جداً عسبين مثال؟ I want to travel the world I would like to travel the world Not I would like to travel the world I would like to travel the world I would like to travel the world كده بعد كده؟ I would like to travel the world كده أكيد ديت نقطة اسمها؟ أكيد ديت نقطة أكيد ديت نقطة أكيد ديت نقطة أكيد ديت نقطة كده أكيد ديت نقطة الصورة كده أكيد ديت نقطة كده أكيد ديت نقطة كده أكيد ديت نقطة أنا بصنع كلمة picture فيها كم مقطع؟ مقطع أو اثنين أو ثلاثة يا زي ما تشوف كده picture فيها مقطعين فعشان كده بنحاول إيه؟ نضم صوتنا بعضه picture على سبيل المثال can you take my picture؟ can you take my picture؟ or this is my picture or I see a lot of pictures on the walls okay next word الكام على كده اللي أنا بحبها جدًا بقى واللزيزة على قلبي event اللي هي مش معناها بضو كده أحداث يعني event مالها الكلمة دي بقى event بص بقى انت كل مرة بتقلفيلي في اللغة الإنجليزية وبحسيك أنني معلمة وبتاع بص بقى أنا اللي عند جدوك كله فيش حاجة اسمها ايه تاني؟ event كلمة event اسمها event طبعا في مشكلة بيرها بين الصوب بتاع الف والصوب بتاع الف اللي هو والف اللي هو the ومغولشي event المعلمة event event أعصب لي المثال I have an event to go to today I have an event that I'm going to today I have عندي حقوهمة جدًا عمار الله I have an event that I'm going to today كيف بقى كده؟ كنزايا كنزايا التأكيد بقى بصده لحد كده وقفية يعني انت قلت بكده كده كل مرات وبعد دخل عالك كنزايا كنزايا تقول بتاعي انت عايش فين بالظبط ما اسمعاش كنزايا اماما اسمع ايه؟ نفيش حاجة اسمعها في اللغة الانجلزية كنزايا ديني كنزايا اه زحلالي كنزايا هاتلي كنزايا فيش الكلام ده اسمعها كنز طبعا انت فين كنز لما تشتري حاجة يعني ايه من محل كده او حاجة بردة نسمها كنز ليس كنزايا او كنزي كنز استاذ بالمثال ؟ هل استعمال كن احب قببي لاتحليك ؟ ايه اريد ان احزك من كنزايا او سأخد من كوك كاكوك يعني شوية كوكوك ايه كده بعد اكده ؟ نزدكال انتظدك عن المكالمات اللي فيتك عايش اه 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 مستقل انا كنت انا سأطفك بتحانيز المعارض ديك صرف من مين لا يسمى ميزد اكول غلط معظم الناس تقول ميزد ميزد او ميزد اكول غلط يسمى ميزد اكول ميزد اكول الصوت بتاع ما بنتقوش ده بنتقو ته و الس مع بعضها بنتقوش زين طاحه اس ولا ميزد كول ميزد كول عسبيل المثال كيف كلمة بعد كده اكزايت 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 اه ميزد اكزايت ها اه ميزد اكزايت اكزايت يعني محرق اكزايت اجزت 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 لا هي انا بحبها كده هي جايع ابقوها كده حلوه اجزايت يعني ايه اجزايت من هنا اجزايت من هناك غلط لا اجزت من هناك اسم ايه اجزت 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 لا يوجد شيء بها إجززة اجزت لدي اجزت اجزاء world اسمها اجزت 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 صعب قليلا اجزت هناك صعب شعrou و έجزت صليحه لถي تكون جàyه لقاء مافجر سكش ب suspect السوط الايةب دعين لدي اجزت هناك من هناك. هناك نانية والدي اجزت هناك 번째 سنطلة الصفر أنت حتق عليه أمي لا يوجد الكثير من الأسفل سرعة لا أتحق له سيفر صحيح أبولايا أعلم أبولايا أنا أيضا أعلم أبولايا أسماعها؟ أبولايا ما أبولايا أو أفلي ما في أي شيء كلام طبعا أنت عرفتين كلمة تفاح كلمة تفاح اسمها أبل هارف الأول الصبتاء الـ P apple هتريب المثال انا انا احتيار اصل في قناة انا اصل في قناة اصل في قناة دعني انا عندي شجرة تفاح بارة عنده فيه جدينا ماشي أخر كلمة again again and again and again and again طبعاً انظره بصبة صاحب الامريكي قال له علاها عشر مرات يومياً وكل ما قولها صاح يقول لي ويعتبر كده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا رضا فيه كلمات كثيرة جدا حابها نغطيها بس مش عايز اخلي للك الدرس طويل عشان ما تملش وتنم مني وتقول لي عمي زورة انا عايز وروح وبتاع فانا حبيت اخلي لك الدرس ايه شورت وكنسايس وكام دا كله في هذه الدرس قبل ما مش عايز منك حاجتين كالعادة اول حاجة بقولك رجع تاني وبص على الكلمات وحاول تقرر مرة واثنين وثلاثة وحاول تحط الكلمات في امثلة كتيرة عشان تتعلم صح والحاجة التانية طبعا ندعي زامنك ايه بتعمل لايك بس بتعمل لايك ولو انت قد تعمل سبسكرايب عشان طبعا تشوف تجد ان شاء الله ولو عندك اي سؤال ولو عندك اي اقتراح ولو عندك اي فكرة جديدة او حاجة عايشو الفيديو انا نفهم ان شاء الله حطاه في الكومنت على فكرة انا بنفسي بكر او كومنت مع اننا بيجيو كلهم 500 كومنت بكر اكل كومنت وبعوضها كل واحد ان شاء الله شكرا لك في تروني انا لازم افتح ان الفيديو بتاع انت تضيفه عندما يمكوش كل مرة تنهي الفيديو كده عيب الناس دي عادة عايزيني مش عايزيني تتعيب كده صح والغاية جماعة لا فنهاية الفيديو انا لكم كون